وهذه الجنة لا يستطيع احد ان يضمنها لك الا رب العزة والجلال ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط لا تطمع بان يضمنها لك احد المشايخ او احد الفقارة او احد الناس يقول لك راي اذا تبعتيني اضمن لك الجنة انا ما يستطع احدا يضمن لك الجنة الا اذا ضمنها لك رب العزة والجلال انه من فعل كذا ادخله الله الجنة من مات لا يشرك بالليش ان دخلاش وعد الله وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ورسول الله هو يقول لك انا اضمن لك اذا اضمنت لي كما سيته ان دانا فمن يضمن لي ما بين فقميه لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنة كذلك الحديث الاخر في الصحيح مات الداعي ايو اللي يغرقش واحد يقول لك غير تبعني ولا غير ينضمن لك اذا الجنة كما كانت يقول لي او احد الفقير كانت كي كان الناس اصدعوه اذا كش اللي مول في الناس تيطلبون انا بغير الله خليك ديلنا الجنة انت كاد انت من الصالحين انت كده وهو بس كي ما بغير يتمعيش وبغير يقول وتيقول الله يخليك الفقير هاك هاش باركة بين الجنة بينك الجنة الدين ادمرتوا تيقولهم ها وهو فيتصحابوه يقولون انا ضمن هدي كم باما هذه ما ضمنتها هاها هذه قامة منت الجنة هاي ماك يضمن لك الجنة الا رسول الله السلم الله والله في وعده في القرآن الكريم فهذه المسائلة الاقديا اللي اخصصها ينتبه لها بش ما لا يتشبب بالبشر لا الله هو اللي خلقك سبحانه وتعالى هو اللي وجدك سبحانه وتعالى هو اللي أمرك باش تعبده سبحانه وتعالى وقدر عليك فش سرع باش تمشي تمشي يلي كيف تحقر نفسك تقول لها اللي نكون قاهانا لا لكذا لا أنت خلقون من خلق الله يا عز وجل الله عز وجل الله أحبك وفدك للخير فسلك هذه الطريقة وطلب المسائل العليا وطلب لآبائك وإخوانك ومسلمين وكذا